ترجمة نانسي قنقر توقعني يا أمي دائما يشتكي مثل الصغار لأنه صغير أمنا المدلل وفي مكان قريب كانت هناك عين تراقب الخراف الصغيرة هذه الخراف الصغيرة تبدو شهية المنظر ولذيذة الطعم لو أني أضعها كلها في بطني الفارغ لقلت حياها لجوعي ودعا أمي إنني جائعا جدا سأعد لكم الطعام هيا إلى داخل المنزل سأكلهم هيا إلى النوم يا خرافي هيا يجب أن أجد طريقة لأكلهم ولكن أولا علي أن أبعد الأم أمي فتحت الأم مستودع الطعام فوجدت أن كل الطعام اختفى أين اختفى الطعام؟ لم تعرف الأم أين ذهب الطعام ولذلك قررت أن تخرج من البيت لتحضر طعاما جديدا لخرافها اهتموا ببعضكم في أثناء غيابي لا تتأخري يا أمي سوف أعتني بنفسي وبإخوتي وأنا سأرتب المنزل لا تنسي أن تحضر لي هدية يا أمي حسنا سأحضر الهدايا للجميع ولكن احذروا من الذئب ولا تفتحوا الباب لأحد ما معنى الذئب؟ اسمع الذئب حيوانا محتال يأكل لحم الضعاف والخائفين لذا لا تدخلوه البيت لا تقلقي فنحن شجعان ولا نخاف من الذئب لن يستطيع الذئب أن يخدهنا أنا مطمئنة إن لم تسمعوا صوتي فلا تفتحوا الباب لأحد هل فهمت ما قلته لكم يا أبناء الأعزاء؟ فرح الذئب لأنه أجبر الأمة على ترك خرافها بعد أن سرق الطعام من المستودع وبدأ الذئب يدبر لحيلة جديدة يدخل بها إلى المنزل ليلتهم الخرافة السبعة يدايا بيضوان ونظيفتان ويداى الذئب سودوان متسختان فهمتم؟ فهمنا يا أمي أما الآن إلى اللقاء إلى اللقاء يا أمي أنا أحبك يا أمي نجح الجزء الأول من خطة الذئب الماكر بإبعاد الأم عن الخراف الصغيرة وبقي الجزء الثاني من الخطة يا لي من ذنكي والآن أيتها الخراف حان وقت التهامكم هيا إلى الوليمة الفاخرة كانت الخراف الصغيرة تنضي وقتها باللعب انتظارا لعودة أميها من الغابة حاملة الطاعم والهدايا ماذا ترسم يا أحمر؟ أرسم عائلتنا أليست لوحة جميلة أفاجح بها أمي عندما تعود؟ لقد عادت أمي سأفتح لها البابة حالا أمي افتحوا البابة يا أبنائي أنا أمكم عادت إليكم أمكم بالطعام والهدايا فافتح البابة بسرعة يا خرافي اللذيذة اللذيذة افتح البابة بسرعة سأدخلهم الآن إلى بطني الفارغ لن نفح لك لماذا يا أبنائي؟ لأنك رسى أمنا أيها الذئب الماكر هل يقلم بسرعة صوتكم العالي فقبط بل أذني صوتك خشل جدا وصوت أمنا ناعم ورقيق أبنس أيها الذئب؟ إنهم أذكياء حسنا سأتدبر أمري أخي أخي هل فهب؟ لماذا ترتشف يا جبان؟ خائف متى يكبر عقلك يا أحمر؟ حصلت على عسل صاف جدا يريد الذئب ترقيق صوته الخشن بعد أن عرفته الخراف والعسل خير طريقة لحلاوة الصوت موسيقى يا أبنائي أنا أمكم موسيقى موسيقى جميل موسيقى موسيقى جرني المحاولة موسيقى 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 افتحوا يا أبنائي لا تتركوني على الباب طويلا صوت أمي عادت أخيرات موسيقى انظروا إلى بياض اليد فالصوت لا يكفي لفتح الباب موسيقى افتحوا بسرعة يداي تؤلمانني من كثرة الهدايا التي أحملها قبل أن نفتح الباب يا أمي دعينا نرى يدك وبعدها سنفتح لك الباب أنت من قال هذا أم أنك نستي ما قلته لنا؟ نعم بكل سرور موسيقى صدقوا أنني أمهم كيف هي؟ نظيفة أليس كذلك؟ إذا افتحوا الباب لأمكم يا أحبائي لماذا لا يردون؟ هيا يا أحبائي موسيقى لا تخطعنا أيها الذئب الماكر هيا قلع من هنا سيكون لي معاكم تصرف آخر تذكروا ذلك جيدا سأعود اليكم هزمناه مرة أخرى يا أشقائي ذلك بفضل ذكائي وحصن تدميري أليس كذلك؟ أمي عودي إلينا بسرعة سأصنع من هذا التوتي البري طعاماً لذيذاً لأبنائي سترون كيف سأملأ بكم بطني الفارغ انتظروا أنت أيها الخباس؟ أفضل سيدي مرحباً انظر إلى يدي إنها يد شديدة السواد أعطني طحيناً لتصبح بيضاء هيا ستجد الطحين عند الطحان أيها الطحان أعطني بعض الطحين أنا لا أعامل الذئاب فاذهب من هنا حالاً ستعطيني الطحين على رغم أنفيك لقد أخذت عجيناً وغطيت به يدي ولم يبقى إلى الطحين أنت تنوي في على شيء سيء بلا شك وأنا لا أريد المشاركة فيها فهمت؟ أشانك إذا كنت سأفعل الخير أم الشر؟ أنت تغنفني سألتهمك إن لم تعطني الطحين في الحال يا طحان سأخذ الطحين رغم عنه لقد تأخر الوقت ولم تعود أمي ماذا حدث له يا ترى؟ والذئب أيضاً لم يعود يقرع الباب علينا أتريده أن يقرع الباب؟ أريد أن أنام افتحوا الباب لأمكم الحقيقية أحضرت لكم الهدايا ومعي كثير من الطعام في سلتي حقيقية؟ كذب لكن هذا لنسى صوت الذئب الماكر نعم إنه صوت أمي ألا ترون أن يدي نظيفة وبيضاء فلماذا لا تفتحون الباب لأمكم؟ انظروا إليها جيداً نعم إنها أمي إذنها أمنا الحقيقية سنفتح لك الباب يا أمي هيا بسرعة أنا جائعة فهيا لنتناول عشاءنا كيف وجدتم أمكم؟ رائعة؟ يدها بيضاء؟ صوتها ناعم وتحبكم آه أبا إلى العشاء أحياناو ها حغازت آه لا لماذا اختبعتم من أمكم؟ أمست أمة؟ مرحباً تعال أيها النذير لابد أن أجد الخامسة هنا مرحباً وأنت كذلك؟ تعالي إلى بطني وهكذا أكل الذئب الخراف الواحدة والآخر لقد أكلت ستة خراف حتى الآن ولكن أين الخروف السابع؟ نعم سأجده بعد أن أعد ما في بطني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة حان وقت نومي الآن سأذهب وأنام قرب النهر بعد هذه الوليمة الضخمة ستة خراف في بطني ستة خراف في بطني يا سلام أخ أمي يجب علي أن أسرع وأعود إلى صغاري قبل أن يتمكن الذئب من خداعهم أسرعت الأم عائدة نحو بيتها حاملة إلى أطفالها كثير من الطعام الذي جمعته لهم أخيراً وصلت الأم إلى البيت وكان الذئب قد التهم خرافها الصغيرة أين أنتم؟ أما من أحد هنا؟ أنا أمكم لقد شئت بطعام كثير أمي أنا هنا أمي أحمر أمي لقد جاء الذئب إنه مخيف وقبيح لقد أكل أخوتي أخبر أحمر أمه كيف جاء الذئب والتهم جميع إخوته والأم تستمع والحزن يسيطر عليها كان علي أن أسرع بالعودة لكي لا أمكن الذئب من خداعكم يا أحبتي لا تبكي يا أمي 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 ساعدني يا إلهي يجب أن أفعل جلده أحمر أبقى بقرب ولا تذهب سأذهب لأبحث عن الذئب الشرير سأوقف إخوتي يا أمي وأخرجهم من بطنه وأين هو؟ لقد ذهب لينام قرب النهر هيا بنا كان الذئب مستغرقا في نومه على ضفة النار وهناك شهادة الأم قد انتفخ بطنه بصغارها انتفخ بطنك لأنك التهمت خرافي أيها الذئب الشرير سترى الآن ماذا سأفعل بك أمي أمي بطنه يتحرك إخوتك يتحركون داخل بطنه وهذا يعني أنهم أحياء أرجو تارك يا أمي أحمر اذهب إلى المنزل وأحضر لعدة الخياطة والمقص حاضر يا إلهي وفقني في إنقاذ أطفالي الصغار أنا شبعان أنا شبعان جدا سأبدأ جلب أحمر لأمه عدة الخياطة ولم ينسى المقص فأخذته الأم وفتحت بطن ذلك الذئب الحمد لله على سلامتك يا حمل والآن لنخلص باقي إخوتك من بطن الذئب الحمد لله على سلامتكم يا خرافي والحمد لله الذي ساعدني على إقاذكم جميعاً فلنغادر هذا المكان بسرحة وكأنني نمت سنة كاملة النوم لذيذ أه ولكن بطني صار أثقل من قبل كأن في بطني حجارة بدل الخراف أسمع أصواطاً مثل أصواط انهيارات الحجارة من أعلى الجبل أه 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 لقد ملأت بطن هذا الذئب بالحجارة وبمساعدة الصغاري الأحبة ما الذي حدث لي؟ أخي يا بطني أخي 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 أشعر بعطش شديد جداً أشعر بعطش شديد جداً احتفل الجميع بهذه المناسبة وصنعت لهم أمهم كعكة لذيذة تناولوا طعامكم حاضر وهكذا عاشت الأم مع خرافها بعد أن أنقذتهم من داخل بطن الذئب